دونالد ترامب يزور بريطانيا في مرحلة انتقالية حرجة في السياسة البريطانية ما الذي يمكن أن يقدمه دونالد ترامب للبريطانيين أو ما الذي قدمه بالفعل في هذه الزيارة هو فعلا كما قلت هو قدم خلال مباحثات مع رئيس الوزراء تيريزا مي الكثير من الأشياء وتطلع إلى الرئيس الوزراء الجديد بعد خروج تيريزا مي من داونينج سريت ويراهن على وزير الخارجية السابق بوريس جونسون وأشاد به اليوم في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء وهو يأمل أن يتولى بوريس جونسون الرئاسة الوزراء لكن كما هو معلوم هناك الشبكات كثيرة بين منافسين لبوريس جونسون على هذا المقعد لذلك حزب المحافظين اليوم وضع قرارات جديدة بحيث تضمن التنافس بين عدة أفراد لهم دعم داخل الحزب الحاكم وأيضا يستطيعون الحصول على دعم من هذا الحزب لدخول المنافسة من أجل خلافة تيريزا مي في مقعد رئاسة الوزراء فدونالد ترامب يتطلع إلى مرحلة أخرى جديدة يتولى فيها شخصية محافظة قريبا من السياسات الأمريكية لهذا اتقد اليوم جيرمي كوربين زعيم المعارضة ورفض أن يلتقي به رغم أن كوربين قدم طلب أن يلتقي بالرئيس الأمريكي لكن ترامب رفض تماما محافظة